موسيقى من سعود بيروت انترناشنال مساء الخير كتب يوما ايتها القبور شق ابوابك وردي لنا كميل شمعون نظيرة جنبلاط رياض الصلح فير الجميل ريمو ادي وكامل الاسعد محلت بنا الايام حتى اصبح لبنان في مؤخرة الامم من السويسر الصغيرة الى غزة الكبيرة لمن تصفقون يا ايها الناس وكتب عنه قاد العهد المدعوم رسع لخاتمة متوقعة ومنتظرة قد تكون اقل الممكن في دولة التسويات الريس رجع الى منزله قبل ثمانية عشر عاما من الموعد المفترض لاحالته الى التقاعد في السلك القضائي خليفة القادي السقر سقر رجل اربعة عشر اذار في القضاء العسكري ووجه بيفيتو من بيت الوسط عند تعيينه لكن مفعيل التسوية الرئاسية كانت حاضرة لتذلل هذا النوع من العقبات بيتر جيرمينوس سيقلب معنا ألبوم حياته المليئة بالإثارة كان لا يحب ان تلتقت له صورة ومع ذلك سنستعرض معا محطات حياته وصولا الى ثورته على كل شيء ريس بيتر مساء الخير مساء نوري أعطيك العافية ليه ما بتحب الصور؟ عادة ما بحب تصور يعني مني كتير فوتوجينيك وفت على القضاء يعني بالقضاء قبل الوقت فت أنا فتت كانوا يطلبوا مننا انه ما كتير نختلط ما كتير نحكي هو يعني أحد التدريب للقاضي أنه ما كتير يعطي رأيه يعني أهم شيء بالقاضي أنه هو الحياد أنه ما يكون عنده رأي بسنة نحن نسميه رأي مسبق عن أي شيء وهذا شيء يعني تعلمناه مع هذا القضاء بثلاث سنين تدريب قاسي أنه ما نبين مشاعرنا ما نظهر مين منحب أو مين منكرة وإنت شخصيا ما بتحب تتصور مع أنه وجهك حلو أخذ الطعام أخذ طعجة طعجة يعني المهنة فرضت علينا هلأ لأ هلأ فيش خلق شوي يقدر نعود كل هذه المرحلة بس اليوم القضاء والقضاء مختلفين نجوم الأعليم اليوم كلهم صورهم منتشرة وكل يوم في تصريح أنا أبن العدلية لك أنا كتير بزعل يعني أنا جدة كان قاضي ضل سنة واحدة هو وسامي الصلح وتركه وتركه سوا فاته سوا وتركه سوا يعمل محامة الوالد كان محامة من عائلة كلها محامين وضاد كتير بزعل على العدلية يعني العدلية هي شقفة من تراثنا العائلة وشغلة أنا كتير حزين على اللي عم بصير بالعدلية قبل ما أكفع اللي عم سير بالعدلية واضح أنه ما كتير بتعمل أي كونتاكت كمان على الكاميرا أو بوجك يعني ما معواد كتير يمكن على الانترفيوز أو عيونك حمر ما بعرف تعبين نونو أبدا يمكن البروجيكتور بوجه شوامد يعني طيب لنرجع لموضوع القضاء لما كنت تصدر الأحكام قبل ما كمان نحكي عن المسخرة ما بعرف إذا بتوصفها مثلي أو العصفورية يلي عم بتصير اليوم كنت تطلع بعيون المتهم بس تصدر الحكم لكن إذا بتشوفي تمثال العدل العدل شو هو أول شي هو امرأة ومحطوط حجاب على وجه على عينيه يعني هي ما بتقشع ومعها ميزان وساف فمفروض القاضي ما يكون عنده مفروض ما يكون عنده ما يكون متحزم متحزم يعني بالسياسة أو بأفكاره أو بيستحزم اجتماعيا أو بالثقافيا أكيد بيكون عنده رأيه بس ما مفروض يظهره فأهم صفة من صفات القاضي هو حياده حياده بالأفكار مين حياده اليوم؟ يعني رأعتك فكرة مثلا كنت أنا بزحلة وجينا قضية هذه عم كيكي من 15 سنة كنت قاضي أكثر ما بعد سنين كنت قاضي أحوال شخصية وكان واحد من زحلة عامل مرأة وجهته يغير اسمه من رجل لأمرأة أوكي والجنس طبعا بده يغير اسمه وجنسه وصار فيه هنا عادنا نحكي نحن بهذه الأوضات بين بعض يعني هذا موضوع هذا موضوع بيخلق بس هذا بيخلق يعني فيه واحد يكون عنده أفكار يعني أنا معمول بس بالسياسة وصار فيه جدل طويل عريض وكذا أنا مغيرت له مقبلت مقبلت وكيفي قضاء طلق منك مع تغيير الجنس للإنسان لأي شخص يعني أصلا باللبنان تعرف أنت يعني هيدا إلا محزير بالقرس بالغير اسم هي حريته هي مشكلة أنه أنه إجعى لبنان هو أنسة أنسة جميلة كمان صار ومكتوب ذكر تبري اسمه جورج يعني أنه جورجات بيصير بده يعمل جورجات هو يعني عنا مشاكل بالقرس عنا مشاكل بتعرفي مساعد المسلمين أنت شخصية بس ما بتأيد هذه الأشياء بدأت الشريع يعني أنا هون كقاضي يعني أنا أخذت الموقع تقوله أنه بدأ قانون أنا ما بقدر أنا شرع بالقانون مثل ما هو بالأحوال الشخصية أنا ما فيني غير له الستاتيوت طبعه أعمله مرة وكمانا شو عندها عند غير طواقف أنا نحنا كنا 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 نتعلم بس ما في تجتهد القاضي ما في يجتهد كنا نحنا بالقضاء كنا نقول بالمعهد أنا يعني الحلو أنه لحقت الأضاة الجيل الأبل كانوا يقولوا القاضي هو عبد القانون المطيع يعني حتى لو مش عاجبوا القانون القاضي مفروض نفذوا معترد ينفذ القانون هو هو الأداد التنفيذية للقانون مجلس نواب يعمل القانون مش القاضي ما بيقدر القاضي يفتع حسابه يفتع حسابه يقول أنا هيدا أناعتي ولا هيك بفكر أناعتك منها مهمة أنت شغلتك تطبق القانون ما يحصل بالقضاء اليوم شو هو جزء أنا من زمان نعيد الدولة الدولة اللبنانية تفكك نحنا القضاء له أربع سنين مدمر نحنا يعني عم نشوف نحنا نحنا نشوف مشاهد مشاهد وفصول عن تفكك أوصال الدولة اللبنانية وإنهياراتها أنا برأيي بعد ما وصلنا للقهر بعد في إنهيارات شو في أكتر من معركة قضاء قضاء بعد فيه جيش بعد فيه جيش اللبناني مين بيضمن أنه بعد فيه بعد هيدا آخر مؤسسة نوعا ما نوعا ما متماسكة شفنا مبارح وزير الدفاع مثلا يعني بعد فيه جيش بس أنه باقي المؤسسات عبي طالب باقي المؤسسات فككت يعني مما لا شك فيه أو سقطت بياد الدولة فيه مخطط يعني لتدمير أنا هيدا رأيي أنا وقتكت مفوض حكومة شفت فيه أنه فيه عقل عم بفكك الدولة منهجيا مينه الحزب حزب الله حزب الله وعينه ميشيل عون أوف نعم شو بيه يستفيدوا إذا دمروا بلدهم مثلا بعد تقصة المصارف طلع جبران بسيل عند عمه مع الأكيب يعني هي معروفين الشباب يعني المستشارين يعني ضد المصارف وقالوا له أنت شو بدك بالمصارف ما طول عمرهم العائلات اللي عندها المصارف ضدك طعا منفلسهم ومناخد خمس مصارف لألنا ومنطقصهم نحن والحزب أصلاح شخصية ما تقدر الحزب منه يعني منه ضد هذه الفكرة إيه طبعا كل شي شخصي كل شي بالبلد أنه مين عنده قضية يعني فلس المصارف مخطط لأله أكيد مخطط لأله إله عشر سنين جبران بيسيل ضد سرية المصرفية فات أريال شارون على لبنان بـ 82 طلب حسابات المنظمة التحليل الفلسطينية ما قبل لبنان وما قبل المصارف يعطوا الإسرائيلية لحسابات نحن السرية المصرفية كتير تعبنا شغلته عاملته كان قبل تحت شعارات معنى قوية بالشعارات مكافحة الفساد يقولك من نصقة السرية المصرفية كيف يكون سقطه سرية الهجوم على المصارف طويل غير الهجومين اللي عملتها جارية الأخبار من سبع سنين وثمانة سنين فليسكت حكم المصرف مين رفع الشعار مين عمل هذه الشعارات مين عمل هذه الحرب المصرف بأمريكا إذا بتكتب منه ضده مقال واحد بتفلسي المصارف بالعالم الميل كتير دقيق كتير خير المصارف هذا اللي خليك تستسلم وتستقيل الموقف المسيحي أنا خليني أول مرة بقول أنا الإعلام المسيحي وقتها هجمني قرار تستقيل دهني منك وفي إعلام المسيحي المعارض مش عم بحكي أنا عن طيارات مش عم بحكي عن جبران مهمني موضوع جبران يعني الـ MTV والـ LBC أنا وقتها الإعلام المسيحي المعارض هجمني ودجا مش تبك مع حزب الله ومش تبك مع سعد الحريرة ومش تبك مع جبران بسيل وهجمني المجتمع المسيحي اللي بعتبره أنا يعني هيدا الصوت المسيحي قلت أنا كرميل مين ما دي قاتل خلص يعني ما بقدر أنا لحالي بالنهاية اتحمل كل هيدا اتنغطه كرميل مين مش نايك بقول لهم مساواتة بصير في حرب على جورج عطية وليزم ينتبه ويقفوا معهم للشباب ما بيسوى ينتركوا لأنه مستهدفين ترى تخصيص كرميل أعلام تستقيل تترك مهنتك بعد عندك سنين مش غين أنت وقد يكون عندك أولاد وقد يكون عندك أم وقد يكون عندك أرايب يطلع حدا يسبك يعني نحن الحملات تتعرض لقل القضاء مواد يبابا تصير بزين بابواي مين كان يضغط عليك أكتر شي بالمحكمة أنا طبقت أنا بيعطيب ما في حدا الطبقة السيوسية كلها هجمت عليه مع بعضها يعني أنا ما ضل إلي منفذ بس كنت مقرب من عون ما ضل إلي مخرج ما في حدا مقرب من عون إلا مصلحته عون ما عنده مقررية عون عنده مصلحته ما بيدافع عن حدا يلي بأمله بيدافع عن مصلحته هو عنده شبكة مصالح هيدا مشالعون مشالعون منه صاحب قضية حرام هود لبعضهم لحيينه يعني بس ما عد فيه عالم لحيته شو بتقل لهم بقول لهم الله يساعدكم مع الترين انتم ضحايا ضحايا وعو ضحايا مع الترين شو بتقل لهم باش فق عليهم وجبران جبران لا بزنس مين جبران جبران زبط حاله وجبران رجل أعمال يعني ما اللي بدوا يعملوا بأعتقد ما عنده مشكل لحبلش بألبوم حياتك بأول صورة لقلاك بيتر الصغير هيدا الوالدي الوالدي لعوالدتك حلوة اسم الله تالع لقلاع اي ولدت حلوة ولدت امرأة حديدية جوزة صغيرة بس كأن امرأة جوزت صغيرة كنت بعدها بالجامعة شو قصدك بالأمرأة الحديدية كتير براغماتيكية وصلبة يعني مرأة يعني ليلة يعني هي إذا بدك الجيل اللي كان بعضه صلب أخذ منها الشيء ما بعرف إذا قوي قدنا كتير قوية يمكن لو محلك ما كانت استقالة يمكن الصورة جديدة بيك هيدا الوالد بيك كامل حديدة محامة بي بعتقد تعذب بحياته يعني بي الوالد كان احترق مكتبه نتللك نحنا وسامي الصلاح جدي كان محامة وكان شريكه لسامي الصلاح احترق مكتبنا بالخندق الغميق طفا عم من قتل أول الحرب يعني ما كانت حياته ما كانت حياته سهلة مثل كل بعتقد أبناء جيله يعني يالين فجرت الحرب بيوجهوا مباشرة وشو أخذ من بيك أخذ منه الفطنة فطنة كان كان فطن نعم لدى معيونه وبحب النسوين أنت أخذ منه هالشغلة صورة جديدة كبرت شوي هالسان سيمو على الأوزاع أنا يعني قضينا طفولتنا هناك على هيدا الشط شو تتذكر من هالطفولة بتذكر البحر الحلو بتذكر الشمس بتذكر حارة حريك لأن عمتي متجوزة بحارة حريك بيار ديكيش مش النايب اسمه بيار ديكيش يعني هاي المنطقة وانا نحن منسكان الأشرفية بيرو كانت حلوة هالطفولة قبل الخمسة وسبعين قبل الحرب قبل الحرب صورة جديدة وينك هون أنا آخر واحد على الشمال هيدا عرس بنت عمتي بنت عمتي يعني بنتا لنهوات سعيد اخته لفيرس وهيدا الوالد وهيدا عمي كمين توفى غازي اسمه الله يرحمه خديد ياهي كنت هون بعمر الشباب المراهقة بالمدرسة يمكن هون كنت بعضي كان بعض يعني هون متوقع انك توصل البوست اللي أخدته بصير قادم لا ما كان عندي بعض هالأفكار انه اتوظف بالدولة أو ما كان طموحك نو ما كان طموحي طب فيرس سعيد شو بيعني لك فيرس فيرس ابن عمتي حاليا بعتقد هو من اهم رجلات السياسة باللبناء يعني هو اذا بدك هو حكيم وهو اكتر واحد عمل تشخيص مظبوط وسريع يعني وقتا كان يحكي فيرس بالاحتلال الايراني انا فكر انه مجنون فيرس شو عم بيحكي عم نحكي من عدة فترة وصدامه وصدامه مع الحزب الله تعرفين احنا علاقتنا البيتية احنا بيت واحد نحنا وفيرس مع الشيعة بالجبال كتير منيحة فكنت قوله يا عم نحنا ليه بدنا ناخد هالمواقف ونحنا كان اول واحد اكتشف انه لا ما رح نقدر يعني صعب صعب العلاقة مع الحزب طب ليش معزول اليوم فيرس ايه لانه والمسيحية اللي بيحب ما بيسير ما بيسير والشعب المسيحي منه كتير يعني لازم من الفيرس كان يعمل نايم غلق يعني كان لازم يمرقوه جباله كسروان ايه ليه تأثير من مين ما معه مصاري ما بيقدر يشتري اصوات منه قادر يعمل خدمات يعني ناس صارت بتنشرها وبتنبع يعني في جزء لسوق الحز من القوة الناخبة مش كلهم بس في جزء من القوة الناخبة بيتأثر بالخدمة الخاصة وبالمصاري بس إذا بتقل لي الشمال بقل لك في عوز بس بمنطقة الجبال ما خاص عوز هي عقلية في عقلية 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 عند الناخب اللبناني أنا ما قلت كل الناس بس في في كتلة انتخابية لا يستهن بها بتحرك بتحرك الخدمة الخدمة فإذا واحد منه بالسلطة ما في يخدم وبحركها المال لسوق الحز وهي دي وشفناها النتيجة 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 واللي تطلع ما تيجي بالانتخابات شفناها مين انتخبت؟ أنا انتخبت ضد الطيار عرفت صورة جديدة وينك بهالصورة؟ هيدا جدي عند البطرق عريضة التاني واحد ما بعرف بعتقد كان صاير شي مشكل بالعقورة منك بالصورة؟ نو هيدا بالخمسينات يمكن أو آخر الأربعينات ما كنت خلق أكيد صاير شي مشكل بالعقورة كان يمكن مع اليمونة أو شي وعند البطرق عريضة طلعوا اللي عنده بس تاريخي عم بعيد نفسه؟ بتحيز؟ بعدة أوجه بعيد نفسه بعيد نفسه بعيد نفسه بأوجه مختلفة ده نقول ما بعد في مشاكل بلاسا وباليمونة؟ هلا نحن يعني في مشاكل كان لازم يشلعون يحلها هو السيد حسن نصر الله ما بدتو يعني أنا ما فهم أنت في أمرا بخايل عملتوه الزعيم بحل مشاكل للناس ما فهم ليه ما خلصوا مشكلة العقورة ولاسا؟ ليه برأيك؟ لأنه مشلعون ما بحل مشاكل مشلعون بيعون مشاكل طبعا هو بيعيش على المشاكل والحزب بجريه؟ الحزب أنا الهلأ ما باركي بفكر الحزب والله ضيئ بقدر أفهم عقله يعني معني أنا يعني عندي بيع طويل بعشرتهم وبعرف أسم منهم ما باركي بفكر بصراحة حرف لا يقرأ يعني بالنسبة لها بعتقد سياسته غير واضحة سياسته معروفة وتابع لإيران سياسته يعني ما عملوا شي إيجابة لجبال يعني عم مشلعون والسيد حسن نصر والحزب الله شو عملوا لجبال يعني هموا قضيته ما هموا لبنان ما هموا قضية الناس يعني حزب الله عم بفكر ضد أمريكا استراتيجيته استراتيجية أكبر بكتير من هموم الناس ومشلعون هموا نفسه وصهره يعني ما حلوا مشاكل رأيك حزب الله ضد أمريكا فعلا؟ هو هيك بيقول أنا أنت شو بتقول؟ فينا لا لا لك أمريكا مثل مثل الستة الحلوة كلهم بحبوا يتقربوا مننا هي بتنقي عمين عبيلة تتقرب بس لا ما بعتقد صورة جديدة عمك؟ هيدا عمي هيدا عمي هيدا عمي عمك قتل على الهوية بنسان 75 نعم أنا بجدي بباداره أول حرب يعني أول الحرب تتبع على الهوية ورا على الطيونة بتعرفين نحن بالعيلة يعني بعتقد ما كان كانت نمي جامعة تحقق عم يدرس حقق ومنه معتبر حاله أنه هو يعني نحن منا كتائب منا بجو حزب قاسي مسيحي وبالتالي بعتقد كان معتبر أنه هو مخصه مين قتلوا؟ قتلوا الناس يسارية مع الفلسطينية لبنانية يسارية مع الفلسطينية ما فكرت تتحقق أو تنتقم له؟ أنا الوالد الوالد وقته تعرفي نهاد يعني أمه لفارس والعقورة وأرتبة يعني هيدا ضيعة قوية يعني دغري صار في ردة فعل وخطفوا ناس ياخدوا بالتار خطفوا ناس وكذا وجبوهن لعن تباية أخوة تباية وهم خبرني أنا كنت صغير مني واعي خبيهن وعطاهن مصاري وهربن وهربن ما خاف حدا يعملن شي ولا يعني ما عملنا ردة فعل لما صرت عادة ما فكرت تعرف مين قتل عمك؟ بعرف لتلك أنا يعني نحنا عنا فكرة يعني شو صار معهم ما خبرتك صورة جديدة بس ما قلت لي اسم؟ أو ما قلت لي مين الشخص؟ مش مهمة لكن اللي بيقتل بيبقى إنسان محدود يعني ما في حدا بيفهم ولا بيقتل لو بتسامح بس بتسامح مين بدي سامح؟ يعني بلد تصوري انت بلد بالخمسة وسبعين فجأة بلد زر أمو أبو بطل في دولة تصوري ملا يعني كل ما بفكر يعني شو هالرعب العشو اللبنانيين شو هالرعب وفلتت العالم ع بعضها وصرت قتل بعضها يعني الليل اللي ضلوا عقلهم براسهم وتصرفوا بشكل ما بتشبه نفسية الأضاط؟ كيف؟ يعني عندك هيك إنسانية منك قاسة؟ فراجماتيكية يعني ما عملت قاضي بالخلط؟ أنا بي ما كان بدويني أعمل قاضي كتير تعجب وعمت نهاد قالت لي بدك تعامل الموظف شو هلا شاش شغلة هايدي شو قاضي؟ بس حبيت ما بعرف لي حبيت عامل قاضي؟ بس منك قاسة؟ تتعاطف؟ أنا أكتر قاضي حكم إعدام أوف؟ مع الإعدام؟ أكتر فترة بفترة الفراغ الرئاسي تقريبا شبيهة بهالحالة وحسينا البلد بدو يفرط وهيكي وكانت كل جرائم القتل بجبل لبنان تجهل عندك قاضي التحييق كان رئيس فرنينة قاضي التحييق أول قال لي خلص أنت تحتم بجرائم القتل يعني ما عطت طبيق عقوبة الإعدام؟ ايه طبعا لأنه في كتير بي طالبوا أنه لا أنا ما عطت طبيق عقوبة الإعدام وبسني هون على الرئيس ليس لهريوي وعلى دولة الرئيس رفيق الحريري يلي عملوا دولة يعني كانوا عم بيعدموا وكانوا عم بيطبوا القانون وكانوا في لبنان كتير آمن أكيد يعني أغلب المسيحيين ضد عقوبة الإعدام كم حكم إعدام مطلع؟ كتير كتير وبأمور خطرة يعني بأمور بجرائم كتير خطرة أخطر جريمة حكمت عليها بالإعدام بلا ما تتردد؟ جورج سنة اليوم قتل 13 شوفر تاكسي سيري الكلر هيدا أخطر واحد إن شاء الله ما يطلعوا من الحبس هلأ بتعرف ما هي دولة فارطة هيدا إذا بيطلع دغري بيقدر معقول؟ معقول يطلعوا؟ معقول ايه شو يطلعوا؟ مين بديوا يطلعوا؟ بيعملوا مدولة وغائية ما بيعرفوا مين محبوس وديه خطرين مفروض بعد ما يسمعوا هذا الحديث ما يتركبوا هيك جريمة تانية أبدا مفروض هلأ بس هلأ في ناس طلعت برأيك مظلومة يلي دهروا بمتورتين كانوا معتبرينهم بقضية تفجير المرفأ وبالنافعة أنا كنت قاضي وهلأ أبو حامي ما بعطي رأيي بسهولة بملف ما بعرفه بالنهاية القاضي اللي عم بيخد قرار هو سيد ملفه بس اليوم السياسي هي اللي عم تحكم بقضية المرفأ قضية المرفأ مثل كل الأضايا الكبيرة بلبنان يعني مثل صبرة وشتيلة أنا وتجيت على المحكمة العسكرية قون أسعد جرمانوس كان فوض حكومة محكمة عسكرية قصة مجزرة صبرة وشتيلة روما اعتبرنا هي اللي طيرت أسعد وبتعرفي أسعد وتتهم إسرائيل بالمجزرة وكيف أقوه السوريين وحطوه بالبيت فطلبت فقد هذا الملف طلبت هو الوحيد في اتنين في فينوغراد عامل تقرير وفي أسعد فطلبت كحشرية لأن أنا تعرفي قارئ وكاتب قلت لهم بدي ملف صبرة وشتيلة طاير من الأرشيف كله كلهم مش موجود مين طايروا ما شكت بحدا شو مين بدي الشيخ؟ الشيخ خالدي من 82 عمره بس أنه تقلك ما قتل الشيخ بشير جميع تورح رأسك بها اللحظة قتل رونام عوض يعني قتل رفيق الحريري هيدا بلد أكتر بلد في اختيال سياسة على الكوكب ما فيه بلد بالعالم حدا بحطه مرح رأسك لما ترح بفقدين ملف صبرة وشتيلة لا حدام دولة يعني اليوم تروحي على تركيا تطلب حكم صادر في 1750 تنزليه على الأرشيف العسماني بتجيبه نحنا تجيبه تبخر هيدا يعني هيدا قصص هيدا جزء من التاريخ طب اللي عم يسير اليوم بين القادة البتار و القادة غسان عوايدات مسموح مين عم يتخطى مين أنا 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 من زمان نعيد القضاء أنا نعيد القضاء من زمان وشناك استقلت يعني أنا لو كان بعد عندي أمل أنه بنعمل شي من داخل المؤسسات ضلت قضاء طب مين عم يتخطى مين ما بقى تسألي يعني اليوم وأنت بقى تفوتي بالفوضى ما بتعود تسألي مين محق برأيها ما بقى فيك تقولي يعني كتير صعب جاوبك على هيدا السؤال بسرعة القضاء خلص فات فات بفوضى من مش من هلأ من وقتها ما بيجام يشالعون مشالعون خرب القضاء فلا بيقولهم بالولد بالنبيه بره نبيه بره ما بديه دافع عن نبيه بره أنا ما إلي علامة بره بس نبيه بره كان وزير عدل ب83 هيتعيه شو معه القضاء خبروني رؤسة مجلس قضاء الأعلى كيف كانوا مثلا رئيس غالب غانب كيف كانوا يتعاطوا معه الوزير العدل برهيم نجار وزير القوات يعني كان محسوب على القوات اللبنانية ولا قض العدلية ولا تخانم أحدا خربوا العدلية خربوا العدلية كل شي خربوا شو بقي ما خرب ميشالعون أنا بعتبره هو كتير مخرب حامله مسؤولية كتير كبيرة باللي صار بالبلد بصراحة بس هو مش فارقه معه ما فارقانه معه لأنه عنده عنده عبيد الله 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 ناعم عليه شو بدي أقولك الله ناعم عليه بناس شو ما بيعملوا بخلت بيعبدوه ليه؟ شو عندهم؟ صاهرة بدي دراسة صاهرة بدي دراسة صعبة بدنا نشوف هالصورة مع البطرق سفير هيده بالسبعة وثمينين لازم تقول تلابس أحمر وكحلي أنا عشمال هيده بالسبعة وثمينين يعني لك البطرق سفير كتير أنا تلميز لي السوعية أنا من مسيحة علوية أنا مسيحة يعني مرونة مظبوط وكاتوليكي وكاتوليكي يعني يعني مؤمن كتير بالكنيسة الكاتوليكية وانتماء الموارنة إلى الكنيسة يعني من أنه هيك يعني شي أنه هيك ما بتحب الروم يعني لا بحب الروم بس أنه شغلي يعني مؤمن حقيقي به هالأمور هيده صورة جديدة بطرق الراعي كمان بطرق الراعي الثنين كانوا يعني كان البطرق سفير أو بطرق الراعي كانوا مطران جبال فبالتالي نحنا منعرفهم قبل ما يعبدوا بطاركي بالعائلات وبعدين البطرق الراعي كانت الميزة يسوعية فبالتالي تعرف أن احنا تلميزة يسوعية بحنوا على بعضهم كثير بحنوا على بعض بعدك بتشوفه؟ بعدني بشوفه شو بتقول له؟ بقول له الله يقويك مسؤولية كبيرة مش هيني يعني أنا كان عندي مسؤولية صغيرة بعتبرها بالنسبة لمسؤولية البطرق يعني مش هيني أنت توعي تكون مسؤولة عن شعب هو مسؤول عن كل مسيحية لبنان وعن لبنان حتى مش هيني شو كان رأيه لما استقلت؟ كثير زعل مني ما أخذت رأيه؟ زعل مني حتى مرة كنا كنا دم ناسي وعتبني قال لي كيف تستقيل قال لك حق تستقيل ما أخذت رأيه؟ أخذت لك أنا يعني أنا بدي عائلتي ترتاح يعني أنا أولادي تضيقه أنا أتعرض لاشاج ميدياتيك يعني يطلعوا يسبوني باسمي وشخصي وأنا عم بعمل شغلي بالآخر يعني مانا هيني تهتم لحاكي الناس؟ مش حاكي أنا قاضي يعني لا ما عادوا خلوني يقدر يشتغل غير المشاكل التقنية يعني أنا رئيس الحكومة مرتين طالعي عمل مؤتمر صحافي خصوصي كرمالي غير علاقتي السيئة برئيس الجمهورية بذات الوقت السيئة جدا حصرو وتلبق القضاء معيد عارف متل ما هلأ بتشوفي القضاء ملبك مانا هيني بس هلأ ما حدا بيستقيل ما فيهم دم كل شهر فيها حقاضي عم يستقيل استقال فادع نيسة استقال زياد مكنة أحسن شباب عم بروحهم بس أول مرة بتصير بتاريخ القضاء نادي القضاء أول مرة هدا برجح بقلك بتحمل مسؤولية والقاضي الأول رئيس جمهورية أنا بعرف كثير منيح كيف تفكر مجلس القضاء الأعلى ما كان يرضى عدنان عضوم كان يرضى حدا يجي بسيرة قاضي ما كان يرضى أنا بعرف فيه ناس ما بيحبوه أنا قابل نريد المؤسسة وكان أستاذة يعني بعرف كيف من كان يتصل فيك يضغط عليك على شخص معين أنه تطلعوا أو ما تحكم عليه حكم متقيل أنا بمراكز معينة كل الأحزاب تتعاطى معك بيتواصلوا مع القاضي أنا كنت مدعم بالبقاء كنت قاضي تحيي أول بعبدة مدعم عسكري عادي يعني في لبنان عادي بيحكوا سيسيين مش أنه هلا هون القاضي توصل معك أو بيتضغط عليك وبيفرضوا عليك رأيه أنا ما اتعرضت أنا ما اتضيقت إلا بهذا العهد يعني ما حسيت حقيقة حسيت حقيقة أني عم بيتعاطى مع ناس منهم رجلات دولة وغير مسؤولين يعني يعني مشي العود تعرفين شو كان عبيلو أعمل أنا جيبوا لمحمد الحود طوي المطار سرقلوا جيبوا كيف يعمل غيري هيك بده بده يحولني لكاركوز أنا ما كان لازم يجيبني يجيب أحد غيري يعمل له كاركوز طلب منك أنا كأبن عائلة من كذا جيل بالقضاء أنا بدارس بأكبر جمعات بفرنسا وبلبنان ودكتور وكاتب كتب مرح أقبل حول حالي لكاركوز يعني أعمل شيء يعني يكون جزء من تخريب العدلية ما بعمله ولا كرميله ولا كرميل حدا هيدا المفهمه ميشيل عون هيدا الشغل هيدا مثل مين عبي يعمل اليوم كاركوز غدا عون ما بدي سمي ما بدي سمي أنا محامة يعني بيحترم القضاء بس أنا يعني هو تصور بعقله أنه زلمي منه رجل دولي ميشيل عون منه رجل دولي وما بيع يعني بيخرب بصراحة مخرب شو هيدا قد نغشه فيه العالم ما حدا أيامه مزبوط عمله دياغنوستيك مزبوط ده قال لي حدا صديقه كان صديقه يعني زابد قال لي إنا با الموين دو ساي بانسيه صديقه يعني تفكيره ما قلو علاقة بالواقع نحن عنده أفكار إذا بد يكون فشارية مفصوم لا أفكار هيكة ما قلو علاقة بالواقع بس لسؤول حظ يعني سلام سلطة هيك نازمة لازم تاخد سلطة آه كيف عمل زابد؟ واسطة مين عمله واسطة؟ بعتقد يعني بيارد الكاش بعتقد شامونيين بعتقد بيارد الكاش عم بيراجع سابده الله يرحمه صورة جديدة شو هالصورة؟ هيدا بيتنا بالعبورة بيتك؟ بيت العيلة؟ نعم هيدا البيت هيدا بلش عماره بالآخر كرن التاسع عشر أوه قديم وخلص أول حرب العالمية الأولى شو صاير بهالبيت؟ هيدا بيت يعني يعني مرة إجاء صديق فرنسي لو مش بيت هيدا قصر صديق فرنسي لعندي قال لي أنتوا اللبنانية بتعمروا بيوت ما بتسكنوها بتعرفي يعني اللبنانية كلها الضيع منها مسكونة فاضية حزينة أنا وصغير لأ الضيع كانت عيشة أكتر بيتك هلأ متواضع أو بيشبه هيدا البيت؟ بيتك وين؟ بالأشرفية عند شقة بالأشرفية يؤقال أنه أنت استفدت من بعض الملفات وعملت مساري كتير شو؟ لو عملت مساري ما كنت قاعدوه بترفع السرقية المصرفية على حساباتك؟ ايه طبعا ما في مشكلة كتار؟ شي كتير كم مليون؟ على الآن شي بالبانك؟ شوية ما في شي مهم بيخدون أربعمية بالشهر ايه بس سحبتون قبل الأزمة؟ نا ما قدرت تسحبون؟ ما قدرت مثل كلنا يعني صورة جديدة هيدا دورتي بمعهد القضاء أين أكون؟ أنا أول واحد أول واحد على الشمال هيدا دورتي ما بتطلع بالكاميرا ولا بتاخد بوز أنا ما بحب الكاميرا عادة ديما نأكل يا قاعد ورا يا عجرام هيدا الشتورة أنا كنت صغير وتعملت هذا يعني فتت بالمحكمة؟ لا هيدا كنا عم بتخرج من معهد القضاء يعني أنا فتت عمري دغري أنا ما عملت محامي أبدا معتها تخلصت عمري 25 أو 26 سنة وعملت فتت عمري 22 كنت كتير صغير على المعهد كنا وأنت سوق مع الوالد يفكروني شوفاره على عسكرية أو على الحواجز يعني مارست المحامات بعد ما عملت قاعدة دغري دغري عملت قاعدة يعني خلصت الإجازات الحقوق ودغري فتت على المعهد بتحب تحكم يعني على الناس بالعدل بالعدل؟ شي مرة حكمت حكموا وندمت؟ أنا أدل حظ أنه تعرفت على أودات كتير مهمين مثل مين؟ مثل فليب خير الله مثل أيمان عويدات مثل كثير كثير يعني فليب خير الله توفى كالرئيس مسكدة أعلى كيف في كوكبة من الأودات المهمة يعني فكريا وعلميا طرق البطار استند على فليب خير الله لا؟ مضبوط شو رأيك فيه لطرق البطار؟ أنا ما بعرفه بصراحة وأجاده يعني ما نهين المسئولية لكن القاضي من نهية موظف القاضي ما أنه بفرقة مغوير ولا مشروع استشهادة ولا بسرايا المقاومة القاضي زلم يدرس حقوق عم يعمل شغله ولبنان ما عم يخلوا الأودات يشتغلوا هاي طرق البطار شو بتقله؟ بقله الشعب اللبناني عم صلي لك ما بتقله أنت والله أقويك والله يحميك نحن السابقون نحن وأنتم اللاحقون معقول يفل ويهج يعني منا هيني لك أنا ما رأت فيها منا هيني يطلع سيد عاصل نصر الله على التليفزيون ويقول له القاضي أنت ما رح خليك منا هيني معقول يقتلوه منا هيني يعني هذا شو جيبرو هنا بالنهية هيدا زلمة يعني القاضي منا مجهز يعني منا تتوقع يقتلوه لا ما بقتلوه ما بعتقل يبالش وقتلوه بس عندهم يعني منهم بحاجة يقتلوه مش بحاجة ليه؟ لأنه عندهم قدرة تحكم لاستيعاب أي حدث ما في دولة الدولة الدولة يعني ما عاد حدا بيقدر اليوم بيقدر يوقف بوجهن ما بيحدا بيقدر عادرين يستوعبوا أي حالة اعتراضية طيب طرق اللي بتروقف بوجهن واليوم إذا طلع أراروا الزمنة ورفضوا غسان عويدات شو بصير؟ نحن موقفنا كمعارضة أجوائنا أنه لازم يصير فيه تحقيق دولة أو لجنة تقصي حقائق بقصة المرفق مش عالك تحقيق دولة ما بحاجة نحن نحكم حالنا بحالنا أو نحل أضيانا مع حالنا منا قدرين لازم يكون فيه دايما تدخل دولي معنا دولة معنا دولة ما حدا بقى يعطي سألة مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة ساقطة أي حركة بتصير أنا بالنسبة لأي المشبوها مؤسسات الدولة ساقطة دولة كلها ساقطة طبعا بالقادي غسان عوعدات شو رأيك بتصرفه ضد الطارق البطار لك رحلك أنا شو رأيي كتير منيح باللي صار أنا هلأ على هذا الحدث ما بحكم أنا بديلك تدرج الأحداث اللي وصلنا له فادي سوين ليه طار كيف قبل مجلس كضاء الأعلى أن فادي سوين يكفوله يده كان لازم فادي سوين يعمل شغله وكان لازم مجلس النواب يشكل الهيئة العية لمحاكمة الرؤساء والوزراء طالما تبين أنه فيه وعملهم رسالة لمجلس النواب قالوا تفضلوا تحملوا مسؤوليتكم ما عملوا شيء جماعة اللي حكمين البلد ما أنهم أهل يحكموا البلد غلطوا غلط القضاء وقت ترك فادي سوين يترك وكفلوا يده ما قالوا الحق كان لازم يحموا لفادي سوين وغلط مجلس النواب وتشاف أنه ممكن فيه مشكلة مع وزراء ونواب مشكل الهيئة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء خربوا البلد أصلا مش أول قرار بعملوا تعتير جماعة منهم أهل منهم الرجال الدولة منهم أهل مسؤولية بعدين بتصير الأمور تلحق بعضها بعملية تفكيك الدولة والأحداث بتصير تجار بعضها أنا هلأ ما فيني أعطي قرار كيف نحنا قبلنا أنه فادي سوين يتير بس أنا برجع أبلك أنا ما عندي ساقة أنا هذه الدولة ما عندي ساقة فيه يعني السياسي بتتدخل بالقضاء ما بتعني لشي كلها كلها باعتبرها سقطة بيد السيد حسن نصر الله والبدو يعملوا هذا رأيي حتى القاضي غسان عوايدات مختلف مع القاضي سهيل عبود برأيك أنه مين عم يحركوا؟ لكن القضاءات ما بيختلفوا مع بعضهم المشكلة هو الضغط السياسي اللي عم يصير على القضاءات مين عم يضغطها عليك؟ ليه ما صارت التشكيلات القضائية؟ ليه ما عملت التشكيلات القضائية؟ ليه تفتش القضائية ما عم بيأخذ دوره تيجيه ناس معينة ليه فيه سوبر قضاة وقضاة عاديين فيه تفكر القضاء تعبين القضاء أنا محامي ما علي حق أحكي على القضاء يعني كتير بحكي بتحفظ على هذا الموضوع إنما أنا بيألك إلى زمان العملية تعبين أنا هلا بدي ليه قولوا عن تي ستيت ما فيه تدرج بالتفكك يعني ما بيقدر إحكم دغري إنما بملف المرفاق ما كان لازم يتير فاضي صوان وكان لازم مجلس نواب فورا يشكل الهيئة هذه لمحاكمة الرؤوة ويبلش بالتحيي تركوا الأمور تركوا الأمور ويجعلوا يشتغل القاضي ما أنه قادر يعود عاديين بقدموا له طلب رد ويرجعوا بيردوا الطلب قاضي يلي بدوا يرد القاضي بس ما هو يشتغل والناس محبوسة بالحبس طبعا عودتوا المفاجئة بإجتهاد قانونة شو كيف تقريه ليك إذا بتنطلق من أنا ما بقدر أنا ليستقلت لأنه أنا بحترم عقلي القانونة ما أني مستعدت سخره لهي العصابة ما أني مستعدت أنا تعبت وتعلمت كتبت ودرست ونشر لي أحكام بالعالم يعني أنا هيدا الحكم المثليين اللي عملته بالعالم بينزل بكل صحف أمريكا ما أني مستعدت أنا كل علمي وكل تراث عائلتي روحوا لأنه أنا في ناس مجنين حكمين البلد ما بدل الحكم الحكم وقت اعتبرت أنه المثلية الجنسية ما بتشكل جرم ما بتشكل جرم جزائي أنت مع المثلية الجنسية أنا ماني مع المثلية الجنسية بس ضد أنه واحد مثلي حطه بالحبس في فرق في كتير فرق يعني في كتير فرق بالموضوع فرق فرق كتير 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 ما أصل أني معه بس أنه واحد مثلي بتحطيه بالحبسية لا أكيد لا دولة متقلفة يعني بس ماني معها لا ماني معها صورة جديدة في شي مشترك بينك وبين القادة ويدات عيونكن ذات اللون فليب خير الله ليش أطلقوا علي لأب قديس العدلية لكي أنا دايما بقلبي يعني بحكي عن هذه المرحلة محاكمة الدكتور جعجا يعني هذه الشغلة كتير مهمة بدي أحكي عنها شوي أول شي أنا الوالد كان من فريق الفريق الأنوني تبع الدكتور جعجا وأنا كنت عم بتدرج بالقضاء وبينبعت وراي مرجع عالي بالدولة وباللي بيك بده يترك الفريق ولا راح تطير من شغلك ما فيك نطلق قضي ايه بطلق أنا عند الوالد وبالله ليك ليس لهراوي وراح سمي بقول له ليك أنا هيك نحكي معي ونحنا منا قادرين نحمل هيدا الضغط تعرفي الوضع كيف كان فبترجيك وأنا بعدني لهالأزعلين لأنه كان محامة وماعتبرها أهم قضية بحياته وكان يحبه لأسمي جعجا واسمه سمير كمان فضغطت عليه ضغطت عليه لبيي أنه ينسحب من الفريق وقد أحضر كل المحاكمة تبعه الدكتور جعجا كنت تحبه؟ بهديك الفترة ما كان عندي يعني كنت نوتر يعني كنت قاضي يعني كنت قاضي مظبوط يعني عم بشتغل أنا عم بدرس كنا كتير نتعب كان المعهد كتير جدة تعبنا يعني تعبنا بالدرس وقد أطلقت أحضر المحاكمات للمجلس العدلي هو اللي وقف سمير جعجا هو بيولة منيف منيف للمدعم تمييز بقصة سيدة النجا لخبرك شوي سيدة النجا كيف توقف سمير جعجا بسيدة النجا وقد صار انفجار سيدة النجا تلبكت الأجهزة اللبنانية والسلطة اللبنانية يلي وقف سمير جعجا وهي أول مرة يمكن تنحكها حتى هو أنه طلع فيديو على البي سي مثل شيء مثل وثائكة مثل فيديو عن الحادسة عن سيدة النجا ويخبر سيكنساته هكي ومعرف إذا وقتها حكيه بتسكير التونال أو شيء بينعمل دراسة بيطلع مثلا تبري ما معي الوقت التي صار تبري يطلع بعد ساعة على البي سي بينعمل دراسة وقتها على مستوى الدولة اللبنانية أنه هذا الفيل ما معقول يطلع بساعة ما بينعمل يعني محضر قبل يعني محضر قبل وشكلت أناعة لدى لدى الرئيس الحريرة للرفيق الحريرة وبعض السفرات أنه سمير جاجع مفجر سيدة النجا هيدا كانت إذا بدك الدكلنشور الأساسي لهيدا البروسيسوس هو رجعت بره بسيدة النجا مضبوط بس هيدا كانت أول ملف أنه قدروا فوته سمير جاجعع على الحبس تاني ملف تاني ملف كان أنه كان بدون يطلوه على الطريق يلي حميه من الاختيال هو أميلا حود كان قائد جيش أعرف أنا عندي فكرة وقتها شو صار وتصار بوزارة الدفاع خلاص صار بحمية الجيش كان يطلوه على الطريق هذا نطلب منه يحميه واعتبر شرف المؤسسة العسكرية ما بيسمح أمريكان واعتبر أنه شرف المؤسسة العسكرية ما بيسمح أنه يعني السوري كان بدون يقتله ما فينا ما بقدر هالأدية أحكي ما بعرف فإذا كان مخابرات الجيش لا مخابرات الجيش عادة لا يعني يعمل لك شرق الأميلا حود اعتبر أنه شرف المؤسسة العسكرية ما بيسمحه ثاني مرحلة من بعد من بعد التوقيف وتبريته بعملية السيد النجاب صار فيه شغل أنه يطلع حكم عدام بقصد داني شمعون وكان السوريين نويين ينفذوا حكم العدام بدون يتخلصوا منه بأي شكل كان هون صار مدة عام تمييز عدنان عدوم وعدنان وفليب خير الله بعتقد أنه ما طلعوا حكم عدام أكثر شي فليب خير الله بس كافينية يعني بين الوالد وبين أنا كنت قاضي أحضر أستاذي فليب خير الله وأستاذي عدنان عدوم كان عندي فكرة يعني هولي كنت أعرفه هيا عدنان عدوم شو بتقول له؟ لك عدنان كان قاضي قادمة وبفهم بصراحة على الناس ما بحبوه يععده صارت جريمة التاريخ شو خصوه صارت جريمة التاريخ أنا ما بحبوه بمثل نظام السوق يعني بمثل وجه النظام السوري في لبنان بس هو فوض سوريا على لبنان هو قاضي نطرح وقته أنا كان أستاذي لقيتهم نكرت قال لي بدوا نجيبه سعيد ميرزا السوريين مدعمة ميز وأنا إذا جيبه في صورتك أنت وياه بدي فل بس أنه أنا بحبه العبدان يقال أنه القاضي اليوم عدنان عدوم ما معه يأكل عدنان عدوم من أشرف قضات ووضعوا المادي وأنزه قضات يعني مرقوا على فهمهم بيفهم كمان مش بس جزاب يعني مش مع نظام السوري ببليش أميركا سلمت سوريا للبنان مش نسيت مشي يعني هو منه أسعد حردين أو منه يعني هو قاضي وصل له فرصة يعمل مدعم تميز وعمل مدعم تميز وعمل مدعم تميز اللي فترة ما شفته لما شفته آخر مرة حسيته ندمين على شي معين هو أولد سكول يعني هو هذا الهوض الرعيل قبلناه أبداً ما بيحكوا نحن نحكي شوية أكتر اللي بعضنا كتير بيحكوا كتوم يعني بس ما لمست أنه شيء من الوضع اللي وصل له حسيته أنه أنا بعرف مثلا أنه أنه خلص له ملفه لميشيل عون عدنان أنا هو اللي بعرفه أنا يعني ضغط على رئيس المحكمة يمكن ندمين على هيدا يخلص له يمكن يكون ندمين كلمان ندمين الصورة جديدة أولي الإنتخابات الرابطة المرونية أخير إنتخابات مرونة أصيل إيه طبعا متعصب ما أنا متعصب لا تتقبل يعني التواف الأخرى تتقبل والمزاهب الأخرى أنا عائلتي نصها مسلمين عن جد؟ ايه عندنا كثير يعني عند أولاد عمتي عند إخواتي عند عندك بنات؟ بنات عند بنتين بتجوزهم لمسلم؟ هي بجوزهم ما عندك مشكل؟ سهي بتحب واحد مسلم بس المهمة يعني يكونوا بأمن بأله شو بتجوزهم كنسة أو مدنة؟ مثل ما بدهم مثل ما بدهم هل قد بتعطيهم الحرية؟ أنا كل واحد بسؤول عن نفسه بهالقصص أنا ربيتهم وجربت أعطيهم الفلور تبعي بعدين هن شو بقرروا يعملوا بحياتهم؟ هيدا شي برجع لهم أنا بدعمهم يعني أي قرار بيخدوه أنا بكون داعم لهم تدعم زواج المدني في لبنان؟ الإلزامة الإلزامة كمان؟ طبعا لازم يكون الزواج ما بتحب الزواج الديني؟ لا لا بحب الزواج الديني مش غسل ما بحب أنا أنت طلقت صح؟ صح لازم نحنا بلبنان تعذبت لتنفسي لا لأنك مارونة تعذبت تعاطفيا ليه بديه وديه لك شغل نحنا نظامنا هو نظام أبر طائفة مش مسموح نحنا إذا بدنا وحدة وطنية يكون واحد مثلا جارته مسلمة وما يقدر يتجوزها وينجيبه يروحوا على أبرسة يتجوزه نحنا لازم يكون عيب عيب لبنان بالـ 2022 ما يكون عنده زواج مدني إلزامة ويالي كتير مؤمن يرجع يعمل لديني ساعتها بيتطبق الديني يرجع يعمله مرة تانية بس لازم الدولة هي تنظم إذا بدنا نعمل وحدة وطنية عالجات حقيقية ونروح على التقسيم أو على الفيدرالي نعمل شي تاني ما بقى نكذب على بعضنا يعني نحنا مشكلتنا منكذب ما نحنا منكذب ما نقول حياة كما هي ما نتحمل ما ناخد مسؤوليتنا الزواج بالإبناني سيكون ألزامة هلأ المشكلة الزواج المدني عكس ما كل الناس بحكي هلأ بدي تعمل ضجي هالحكي هو عند المسيحية مش عند المسلمين لأن المسلمين زواجه المدني الزواج اللي عند المسلمين هلأ طالق بتروح ما أنه ديني ما عنده هو كونترا بس يعني حتى فيكون بلا شيخ هو بطبيعته الإسليمية مدني المشكلة عندنا نحنا المسيحية لأن الزواج عندنا عنده بعد روحاني وديني ما لازم تكون عند المسلمين هذه المشكلة قالوا للبترك ما هو كمان ضد الزواج المدني ما فينا نطلب أن البترك يكون معزة هو بطرك أو من الشيخ يعني ما فيك تطلب من حدا ما يرفض ما يطالب الكنيسة ما بتعمل شيء بطول أنا ضد بس أن المعارضة الشرسة يعني الشرسة تتحول للشارع يعني بتصير قوية يعني أنا أنا ما عرفي العديد نتبهي بكل شيء بس أنا لأهلأ ما نمسامحه أنه وقت عمل يسلي هراوي الزواج المدني الاختياري وأنا خبرني الرئيس بري أنه مشي معه قالوا أنا بمشي معك فيه للمشروع أنه رئيس الحري اللي ضبه بالجرور خلافاً للقانون وما مشيه ممكن ما حملها لأنه دار الفتوى يحترفه ليه ما بديو يحملها تركيا مدني تونس مدني ليه ما بديو يحملها غلط أنا بعتبر هيد من أخطاءه خليج ما عندهم مدني هلا بالإمارات عم يعملوا نحن كتير متخلفين حقيقةً لكن نفهم أنه نحن بنيتنا القانونية كتير متخلفة صحيح ما بصير الفكر تعمل وزير لا ليه لأنه كتير متحسس من هالطبقة ما أنا قادر إذا تغيرت وحدا عرضها إذا تغيرت كلها بس ما رح تتغير هلا سبتوا بالانتخابات لسوق الحظ إجا فرصة للشعب اللبناني يغير ما غير ومده يدفع أربع سنين هيدا تمنة كتير غالي بالعكس كرسلون شرعي وجيب تغيرين حتى بي أخذوا نفس من الثورة كتير هيدا رح ندفع تمنة غالي هاي الانتخابات لازم كل واحد نتخبون يفهم خرجنا يعني ندفع تمن فيه تمن من يندفع صورة جديدة هيدا مع النقيب الحالي عمراش عشرين سنة هاي صورة شو كيفك مع النقيب؟ بجنن أنا من زمين أصحاب أنا وياه رجل علم رجل علم ناظر رجل علم رجل مناقبية كان مع أغيست باخوس كمان الله يرحمه أغيست باخوس كان زلمي كتير مرتب فيه صداقة بتجمعك فيه واحترام كتير باحترموه وملحم خلف كمان ملحم كمان كاستاذة بلي سعية بتفضل كاسبار على ملحم خلف حقيقة لاني غير كاركتير يعني هنا شخصيتين مقلون علاقة مع بعض يعني ملحم خلف في الوقت علمني بالي سعية كان هيك كما تشوفيها هلأ بعد ذلك كاركتير عادة رجال الأنون أنا درست بفرنسا كانوا البنات ما يحبونا كتير أنه نحنا جديين يعني إيه حدا يدرس الأنون يعني معروف أنه رجال الأنون ما أنه الناس مهضومين صح هنا بالكاركتير طبعهم من الأول يعني من الشركة بيجو هيك لكن ما ليك قلتلك أنه حسيتك ما بتشبه الأضاط هلأ الاني متحرر شوي كنت قابل غير ما كتير كانت يعني بتدرس هلأ مبسوط أكتر؟ ايه مبسوط أكتر حكيرا صورة جديدة عفتش عليك بهذه الصورة أنا ورا ورا آخر شي شو مبين يعني هيك على اليمين آخر واحد هيك مبين راسي أصغر واحدة؟ هذا ما عباهيش طبارة بعدك تشوفه؟ لا لا ما عم شوفه صار كبير بالعمر صار كبير ايه بس استبعد بيفهم لأنه ليك هيد ناس محترمة هيد ناس يعني أنا أنا مثلا سمير الجسر وزير عدل محترم مرة إبراهيم نجار بحيش طبارة هيد عالم يعني عالم كان مقرب من الرئيس الشهيد رفيع وزير برأيك سعد الحريري لأنه بيفهم بعده؟ ما بحيش ما بيركب مع كيبون غير شي ليه؟ غير شي غير 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 جيل غير جيل وغير عقل وغير نمط غير غير وزن تقيل غير شي صورة جديدة الله يرحموا رئيس الحسيني أساسي رئيس حسيني رجل دولي بامتياز بيخبرني دكتور الماس محمد الماس محمد علي الماس تعيناي بأول مجلس قال لي بيحكوا معي التليان بالواحدة وتسعين بالواحدة وتسعين يعطونا قرد مدعوم كان يبلشوا يحكوا بالكروض تنعمر محرقة للنفيان قال لي أنا بسط لتبعبه الإرشان وكذا وخبرني أخبرها وقدم كتير يعني قالت دولي تنازل عند الرئيس الحسيني قال له جيب لك مصاري وبدنا نعمل هيدا المحرقة وخذها ونعمرها وهيدا كتير منيحة وكانت ضرورية قال له رئيس الحسيني قال له ليك يا محمد دكتور طالما أنا رئيس مجلس مرحق بل لبناني تدين ليرا إذا ما فيه إدارة رجل دولي مرحق بل شناك روحوه ما قدروا تفهمه معه عم تدين لبنان مئة مليار ما قدروا تفهمه معه بعدها هو أساسي بالطائف هو أساسي يعني هون اختالوا الرئيس معوض أتلوه واختالوا الرئيس الحسيني يعني هون ده اختيال مصار جسده بس حزف من المعادلة السياسية استبعدوه طب ليش ما نشر بحاضر الطائف ليه احتفظ فيه حدا هدده حدا منعه شو بده تكون محاضر الطائف هل الدستور موجود قال انه فيه اهنات وثبات كان فيه حرب وكان فيه حرب ومشالعون جرنا على الطائف مشالعون مغامراته يعني مغامراته الدونكيشوتية زي لما دونكيشوتة بس دونكيشوت ما قتل حدا مشالعون كل مرة بيخرب مليون مليون ونص يعني دمار شامل مثل املة الزرية هلو شي ما مروحة مشالعون وصلنا على الطائف شو بدون يعملون النواب المنطقة الشرقية محروقة كان السفير البابا ويخبرني زابط يتروق معه كان مسؤول عن امن السفارة قال له بدنا نخلص من المشالعون ما رح يضل مسيحي بلبنان بخبري كايدة معلومة قالوا بفوتوا السوريين قالوا يفوت مين مكان لازم بيشالعون يفل شو رح يعملوا فيك العونية عملوا كتير خليون يعرفوا لازم يعرفون يعني شوية الشباب هرام لانه بدون يوقعوا بدون يجي وقت بس كيف يفهموا شو صار كيف تدرجت الامور اولاك عندهم استعداد يسمعوا او في انتماء عامة لكن لبناني انا بدوقني اللبناني بانتماءاته العامية وينما كان يعني القليل تشوفي ناس عندها رأي عامية بتشكل كل مرة رأيها حسب الحدث يعني اغلبية الناس نص الشعب ما ادلج يعني بياخد رأي وخلاص بطل غير عنه هيدا شي ما انه منيح بيلك انا وفى هيدا ما انه وفى هيدا ما انه مرتك انت عم تحكي السياسة مش انه اذا شخص عمل شغلة منيحة بتضلك كل حياتك لاحو لو عمل ميت واحدة مش منيحة من بعده انده مفروض يكون عندك رأي مفروض يكون عندك موقف انت شو بتقولون ما تكونوا غنم؟ بقولون الله يوعيكم شو بدي يقلكم يعني شي بتشفقه ليه بتعمل حزب معارض؟ مش نقصه البلد احزاب صراحة انا مع المعارضة انا مع المعارضة كلها تتفق مع بعضها لانه انجا انجا انح نقدر نوقف بوجه الطبقة الحاكمة يعني شيخ سامي جميل بصلا شيخ سامي شخصية مميزة ما له علاقة بكل الفسان كان ديما معارض بس بعد كل الانضاف ما عندهم هالشعبية الكبيرة يعني حق على الشعب ما قطول عمه ما قطول بنت عمه ما قطول خيه عائلة مضحاية سامير جعجع فيت على الحبس عاد انفرادة كميل شمعون ابن شمعون قتلوا العائلة كلها حتى هادي السوار التغييريين انا معهم هادي جايين وانا بعد عيون مثلا قصة الزواج المدني هلا بقولوا مش وقتا كتير مهم هادي الأمور هاي بتطور المجتمع هادي كتير مهمة وهادي من مسؤولية التغييريين هادي من الملفات هادي اللي يجب يشتغلوا عليها هادي كل هالقوة هادي والامتعة الجنسية لولادة كمان يعني هلا السعودية أقروا هادي لازم يكون عندنا أنون جنسية أصلا صورة كاملة هاي بالسفارة الفرنسيبية مع بيردك كيش ويزف سلامة بس الخبرية خبرية كنا مع البطرق سفير وبقولوا البطريارك ليوسف بصير في حكة مع الوزير سلامة إنه بدهم يعملوا شي مع سعادة الحريرة كان عم نحكي نحنا يعني بيمكن 2007 ما بتذكر وبيبعثنا بيطلب موعد وبيبعثنا مع جينجيم المطران جينجيم طول بعمره ومننزل لعند لعند سعادة الحريرة بيكون الاجتماع غير موفق أبدا ليه بخبرت بعدين وبيقلي جينجيم الله يساعدنا ما كنا طلعنا مش مرتحين شو كان موقفه يعني سلبي؟ لا مش سلبي بس إنه ما تبيش ببيو ما حسينا إنه لعننا شريك رح يكون حسينا حالنا رح نكون المسيحية رح نكون لحالنا مهم سورة جديدة كيه ما جبت يا سورة سورة هاه 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 هاة 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 هذه الزابط فرنسيوي هاة وهيدي بعتقد كنا شو علاقتك بالزبطة؟ ما في عليا مش زبطة؟ ما في عليا بعتقد هيدا هم بالسفارة السعودية أو باحتفال شي للسفارة السعودية بس صورة حميمة عادة كنا أصحاب عادة كنا عندك علاقة مع زباط فرنسيين اي دايما شو نوع العلاقة؟ هيا لقى طبعيا عادة صورة جديدة هيا لولوة لكن بالحيات بالحيات كنوني أنا بقى آمن هلأ بندحك علي خالي بالحيات الشيطان أوقات بيبعث لك عفريط من هون المثل الله يبعد عنك أولاد الحرام أوقات الله بيبعث لك ملايكة يعني بتحسي يعني فلولوة ملايك ملايك؟ ملايك ما بتفكر تعيدها مرة تانية؟ تعقدت من أول الزواج؟ منشوف بس مش أنه معقد من فكرة الزواج نو نو تعرفي أنك عملت تويتر ديك المرة أنه اللبنيني ما كتير ما بيتجوزوا وإذا تجوزوا ما بيخلفوا وعننا مشكلة البرسترات عنا 1.6 معدل الولادات ولازم يكون 2.1 نحن عنا تفكك أسري عنا طلاق عنا كتير مشاكل لولوة من ذات اللا دين مخص مطالبتك بالزواج المدني الله ولا علي صورة جديدة هيدا دان أزة ريستورانات ببقصة بيروت شوها الصورة دان أزة لكن دان أزة دايما أنا بتشارع عنوية أنا تمام في كتير عندي أصحاب بختلف عنويةهم بالرأي مانا ديكتاتوري دان بيقول بنتقدني أنه أنا بيقول تموضع لبنان في المحور هو الذي أفقره أنا هي نظريتي أنه ما فيك تكون أنت محور الممانعة ويكون عندك بنوكة ويكون عندك دولارات ويكون عندك ما بتزبط فدان بيقول دان بيقول أنه المصارف سوء الإدارة طبعا المصارف حاكم مصرف لبنان هن اللي فلسوا البلد وأنا عندي رأي يعني فيه مسؤوليات أكيد بس متدرجة فيه مسؤوليات سياسية فيه مسؤولية بالتدرج وهذا دائما بيصير فيه شريعة أنا ويه بهذا الموضوع متشارعوا على رياض سلامة متشارعوا على رياض سلامة وهو يعني بيعتبره دان أنه البونزي وأنه بداف لبنان إذا بدك أنا لا بيعتبر رياض سلامة هو المحاسب محاسب المنظومة يعني أنت كقاضي لو قاضي هلأ اليوم شو بتحكم عليه بقول له خبرني شو بتعرف ما بتعطي حكم خبرني شو بتعرف وأنا بداقي الضغط الأوروبي هلأ بدون شو بيعرف بس ما استدعو هو المحاسب بس تسنو فني لك شغلي أنا لا أستبعد بعد القرار العقوبات على حسن مقل لا أستبعد عقوبات على مصر في لبنان عرياض سلامة عرياض سلامة هو أمريكاني بيقوله ما في حدا أمريكاني أو الأمريكاني ما في حدا أمريكاني وكلهم أمريكاني ما بتعملهم لا نحن أبدا بتعملهمADногتير بس أنfor نحن بلبنان ضغره يعني منعطي حدا أمريكاني لا ما إنه أمريكاني لا ما إنه أمريكانية ليه امريكاني ما إنه أمريكاني عرياض سلامة لبناني حاكم مصرا في لبناني ما إنه أمريكاني مين أمريكاني ؟ في لبنان رئيس بره يمكن أكتر يمكن أكتر من رياض سلامي طبعا ما بتحكم عليه يعني كقادر أنا برفض أن رياض سلامي يكون كبش محرقة المنظومة يعني وكم مخامل هني أصلا عم بيسوئوله هني إعلامهم إعلام المنظومة أن رياض سلامي هو المشكلة لا محاسب بلا هو المحاسب طبعا مش أكتر من هيك ولا أقل من هيك طب ليه ما استقال غلط غلطت حقيقة ومثل معنا غلطت بس هو أكيد على غير مستوى نحنا ما كان لازم نشتغل مع ميشيل عون كل واحد بيشتغل مع ميشيل عون بيتدمر كان لازم يقول له يعطيك العافية إلا جبران إلا جبران مش حاله كان لازم يقول له فخامة الرئيس الله يوفقك كان لازم يستقيل تعتبره غلط مش يستقيل ما يقبل يجددوله وسلموا واحد تاني كان اليوم رياض سلامة الرئيس الجمهورية الاسم الوحيد على رئيازه لو استقال مش استقال مهنك ما ميشيل عون عينوا من خير الجدور خليقوا من الأنون ما أدد له قال له ما بدي خلاص مش استقال ما بدي جيب واحد غير أنا تعبت خطيارت كان اليوم رياض سلامة هو المرشح حرقه مش هلعون حرق كتير ناس حرق البلد وحرق كتير ناس حرق البلد واللي فيها واللي فيها صورة جديدة نائب كميل شامهور هذا كميل شامهور مثلا هاي من العائلات اللي ضحت شو بيش معك فيه لضحت كتير أصاص وهي ده من العائلات اللي ضحت من كلمة اللبنان يعني لازم ما لازم اللبنانية والمسيحية لازم لازم تضحيات بيت شمعون وبيت الجميل وسامير جعجع بضل براسه انه هولي ضحه ضحه هنه ضحه مش انه ضحه انه لوحوا ناس هنه ضحه ماتت عيالون ماتت ولادون ماتت كله كرميل هالبلد ما لازم ينسوا صورة جديدة أو بالأحرى رح نحضر فيديو هون هي بالسفارة بالفاتيكا بالسفارة البابوية رحشوف فيديو ترجمة نانسي قنقر رأيك بالفيديو هيدا من نوع فيديو الناس عم تتزلج على التلج واضح وشو تدريبات عسكرية انا بشي لك بنعي بنعي الدول اللبنانية جبال لبنان قدين احنا بنجي منعي الدول اللبنانية قدين احنا بنربع حالنا بسرعة ما يكون عندنا أفكار أنه بعد في دولة لو في دولة ما منشوف هذه المنظر بس نحن ما بدنا نواجهها الحقيقة وعندهم قضية وبرأيهم أنه عم يتدربوا بسبيل خدمة هذه القضية ونحن لازم نتدرب نحن الادنينية يعني كلنا مثل بعضنا كلنا يعني كلنا وأنه في ناس إلا حق وناس ما إلا حق شو بتقوله لحسن نصر الله بقوله يلي قلت له إيه في مرة قلت له أول الثورة ما شفته بس قلت له أنه ما تحمي الفيزدين خلي الثورة تاخد مدها وهلأ بقوله ما تحمي المنظومة ما تحمي المنظومة أنت منك بحاجة منك بحاجة تفوت بالسياسة الضيقة طبعا لبنان دول عظم غرقت باللبنان أنت رح تغرق باللبنان خليك أنت مقاوم أوكي خليك ليه اللي عم بشرعوك على هذا الدور ما تفوت يعني ما تفوت أنا برأيي يعني دمروا ميشيل عون لحسن نصر الله دمروا أنه اليوم السيد حسن بالألفين وخمسة مثل اليوم بلبنان صورتهم اتدمرت للجماعة أنه ما أوكي بيضل في قسة القوة أنا هلأ بستنتج منك أنه ميشيل عون دمر لبنان دمر القضاء دمر حسن نصر الله بعد فيه حدا ما دمره عامل عامل ضرر أكيد مين بيحاسبوا هلأ أحدا مين بيحاسبوا كاللازم الناس تحاسبوا كاللازم الناس تحاسبوا كاللازم الناس بالانتخابات أكبر انهيار أكبر إفليس بعهده صفر عتمة مية بالمية عتمة أكبر انفجار إجاء على البنان كل شيء أكبر يعني كله أكبر هجرة ونحن انتخبوا نزلت شعبيته حرفوا مع حركة أمل كتير من المناطق طلعوا بأصوات الشيعة الناس كاللازم تغير الناس كاللازم تغير نحن هلأ بسبب انتخاب الناس بهذه الطريقة عندنا طريق جل جل لأربع سنين زيادة لأنه الناس ما غيرت ما حدنا نطلب يعني ما حدنا تصور وقالوا الانتخابات كمان ما ساعد مع جبران عملوا عقيسه أنا ما أفهم بكسروين كيف ندب استاني بتاخد ماشي عم بقدر أفهم هلعبولوا الدفع كتير مصاري حتى ما قال حق الناس تقبض مصاري بهيك ظرف أهل الأدى أساسي وحزرناهم وقلناهم أن هذه انتخابات أنتوا عم بتقولوا إذا نحن متموضعين بمحور الممانعة هذه إلى تدعيات سياسية نتبهوا أنا صاد متن الانتخابات لهذا أنا أعتبر خسرنا الانتخابات على فكرة نحن خسرنا الانتخابات وداما صارح الناس بهذه الحقيقة بيكون أحسن خسرنا الأغلبية المعارضة ما عندها هي بعضها معارضة منا قادرت أحكم ما قادرت جابت رئيس مجلس ما أنك مآمن بها 13 نايف اللي طلعوا ما لم أأمن فيهم بشوفوني عموا وهنا 13 نايف ما أنت تتبلش تقدري تحكم بالبلد بدك 66 نايف بدك على القليل النص زيد واحد تيصير إلك قرار بدنا كتير يعني بعد وضعنا صعب طبعا هاختم بآخر صورة صوت الرئيس كميل شمعون هل يتكرر كميل شمعون بقى نحن بحاجة إلى كميل شمعون اليوم ومن يشبهوا كميل شمعون أهم رأي جمهورية أنا برأي جاعة لبنان قاطبة عبقرة بكل بكل بقيس العبقرية هو العمل المدميك الاقتصاد الحر في لبنان هو اللي أسس مصرف لبنان كازينو لبنان مهرجانية بعلبك مطار بيروت أوتسراد الساحلة هو اللي خطط لسرية المصرفية بعدنا عم نحكي عن السرية المصرفية قطاع المصرفة كان هو بيقول لك فات بالأحلاف حلف بغداد حلف بغداد كان حلف إسلامي ناطو إسلامي شنو هو مشي مع مع الصليبيين يعني ريشارقر البلأسد كان فيه إيران والعراق وتركيا وشينا مشينا نحن في كلبنان طبيعا نمشي فيه لما كنا نمشي فيه نحن بحاجة إلى كميل شمعون مي بيشبهوا برأيك من الرؤسة اللي هلأ ما تروح اسميهم أو ما في لتولي منصب رئيسة الجمهورية لازم رئيسة الجمهورية يجي يكون أمريكاني سعودة إذا حزب الله بده يوقف الإنهيار بده يتحاصص المراكز الأساسية بده يحاصصها مثل ما لازم تتحاصص هو أخذ رئيس المجلس في اسم؟ عنده أكثر ينتخبه ميشيل معوض أنا ميشيل معوض ليه مخرج يعني مخرج هلأ كتير مهم للبلد منه سعودة أمريكاني ينتخبه أنا بدنا رئيس أمريكاني عنده رئيس المجلس بيخصه وعنده أكثرية برأيك هو مرشح حقيقي للقوات اللبنانية كارت محروف لا الوات والكتائب والأحرار وكله نرشحه ليش كارت محروف ليه ما بيمشي في حزب أنا بنصحه أنا بنصحه بكل محبة لو حزب الله يمشي ميشيل نعوض مخرج صدقيني إذا رح يجي رئيش جمهورية من المحور في مجاعة بلبنان برأيك إنه نعوض حزوز ميشيل معوعة ما ينزلوا أصواته كل مرة تشوفي حزب الله شو بده تجيب بفكر أنا بالبلد بقرأ حزب الله بس ما بقرأ الباقي حزب الله شو بده شو المخطط لحطه براسه ولوين بده يوصل قادر حزب الله يقوم بالبلد إذا قادر يقوم بالبلد يقوم فيه ما أنه قادر ما بقى فيه كهرباء ما بقى فيه مستشفيات ما بقى فيه قادر يكمل على هاي الطريق شو مقومات الصمود طبعه كي بده يعمل راحو عمله هيدا ترسيم الحدود أفشل أفشل صفقة عملتها دولة عربية حدا بيمضي بطبع مع اسرائيل ما بياخد شي بالمقابل مش معقول يمكن إيران أخدت ما بعرف منبين حتى إنه إيران أخدت أنا كنت عم بكتب إنه هيدا الارتفاق ما بصير مش ما بصير من ناحية إسرائيل ما بصير من عنا انت هي كسبانة تمضي هايك شغلة ما بتاخد شي من الأمريكان ما بتاخد كهرباء ما بتاخد مصاري ما بتاخد صندوق نقد ما بتاخد ما بتاخد شي وعد بإزالة العقوبات عن شي حدا شي مش معقول واحد يتصرف بالطريقة يعني مصر وقتها مضيت هدوا لها اقتصاد الأمريكان طبعا سلحولها جيشة ساعدوها الأردن ريسة عدو شو لبنان كيف نضيته على الاتفاق مع ضمانات أمريكانية شو حكيته معنا أمريكان شي غريب ريس بيتر أنا بحب عيط لك ريس بيتر هل أنت ماتر بس تبقى ريس متمنى كمان نرجع نشوفك ريس شكرا كتير على صراحتك وعشاف فيتك تعرفنا على ألبوم حياتك أكتر وأكتر وعلى شخصك أتمنى لك كل توفيق شكرا لتلبيتك لدعوتنا مشاهدينا نطوي آخر صورة من ألبوم حيات بيتر جيرمينوس لكن صورة كثيرة ما زالت موجودة خصوصا أن القاضي السابق والمحامي الحالي سيكون السياسي المقبل فما الذي ينتظره أصبح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر